طبعا الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي بتشوفني فيه يا بورك الجاتي. نبدأ مع الفاقة العامة في الكباتي على طول. آآ بورك الجاتي انت آآ ماشي القدام. وآآ تتفكر آآ مش بعقلك. ولكن بتفكر عموما آآ في الحياة وآآ انجازاتك. آآ وعايز عايز تاستقر على حاجة جديدة او مستقرة على حاجة جديدة. آآ في بداية اللي حاجة تقريبا من فكرة مشروع او حاجة. آآ انت بشكل كده كنت تعبان من حاجة. من علاقة مسلا. فقررت ان انت تشيل بقى الهموم دي. وتبتدي بداية جديدة. وبدل ما انت كنت تمسك العشر عصيان. هتمسك واحدة بس. وهتركز فيها وهتبتدي حاجة جديدة. ممكن تكون علاقة جديدة. وممكن آآ تكون شغل جديد بس ارجح ان هي علاقة يعني. هتشوف مشاعر الشريك ايه. طبعا مشاعره ونظريته ليك. والخطوة اللي هيخدها. ونظريته اللي علاقة عموما انت بقى. طيب آآ برج الجادي اعتقد ان في حد ما قدم لك عرض. وهو الشريك طبعا. آآ اعتقد انه برج مائي. سلطان آآ اخوة عقرف. وهنا برضو برج مائي. فالأبراج المائي يعني آآ متميزة معنا. ممكن يكون العكس طبعا. انت اللي مقدم وهو اللي بقى ايه? هياخد دورك بقى. العكس. فهو مشاعره مقدم لك عرض. وقلبه كده بقلوب حمرة. فممكن يكون عرض مصالحة برضو. مقدم لك عرض مصالحة. آآ ومش مستحن لك الحاجة لأ. مقدم لك الكوباية وفيها سمكة. فده اصلا يعني يعني عرض ممكن يكون مصالحة زي ما قلت لك. ان هنا انت انت زي ما تكون يعني مش عايز آآ آآ تبص على العرض ده. هقول لك لي دلوقت. عايز تبص لقدام. وعايز تبتدي اداك ده ده. آآ انت مشاعرك آآ حنين للذكريات. فاعتقد ان ايه علاقة قديمة برج الجزء. وآآ هم قدم لك عرض مصالحة وانت انت عايش في جو تاني. يعني انت تفتكر اللحظات اللي كانت في الاول خالص في العلاقة. وآآ وان العلاقة كانت في الاول حاجة حلوة. وزمان كانت جميلة. لكن ممكن يكون بازت بقى في النص فانت يعني تفتكر الزكريات بس. ولكن آآ ممكن تكون مش شام مشاعرك دلوقتي. لكن كل مشاعرك آآ صبت على الزكريات فقط. انما هو ما قدم عرض مصالحة ليه. بيشوفك بقى عايزة تديدها جديدة ولا? آآ طيب. هو نظرته ليك ايه بقى? الشيطان. والنظرة دي مش معلان ان انت انسان وحش. لا. آآ ممكن يكون هو فعلا بيقدم لك عرض مصالحة ومقدم لك كل العروض المصالحة يعني انت لو تتلاعز ان هو بس آآ كل الاكواف في الدنيا مقدمة. وعايز يرجع. ولكن شايفك ان انت بصص قدام ومش بصص الخاص. مش عايز. رافض الموضوع ده او من الاخر كده عايزة بتدي بداية تانية. بسمحت ايضا عني? آآ سيبني بداية تانية يعني. سوري اقتعط الحديث الشيط ده. آآ احنا وقفنا عند آآ ده. هو شايفك الشيطان. الشيطان هنا آآ آآ لما هاجي اشوف حد بين الشيطان مش ان هو حش. لا. هو شايفك ان انت عمال يقدم لك في عروض وانت آآ بتحاول تتخابس عليه. هو شايف كده. شايفك كده. دمي كده نظره. ان انت تتخابس عليه. آآ وان انت مش عايز تقابل العرض ده آآ لحاجة تانية مسلا. آآ في حاجة جواك شايلها. آآ او شايفك ان انت لسه شايل منه. وان انت قلبك السود. لان انت بص تفتكر الزكريات بس. وآآ وهم قدم لك عرض مصالحة وانت يعني ايه? لأ. انا عايز مش عايز اكمل الطريق. هو شايف ان انت قلبك السود قبل. شايف تسمع. ايه ده يا اخي? يعني خلاص بقى. يعني اللي فات مات. لأ. انت انت عملت وعملت وعملت. خلاص يعان. ده انت عرفت علي بنات كتير ده انت معش انت كنت بتلف علي طب نسالح بقى. لا. هو شايفك ان انت بتفكر تفكير سيء. بتفكر آآ في الحاجات الوحشة بس. قوي. على طول. ومش راضي تديله فرصة تانية. بانه يرجع تاني يقدم الكوف بتاعه ويدهولك ونفرح بقى كلنا ونبلش عرفات. انت شايفه ايه بقى? بص بقى. تقريبا هو شايفك كده بسبب ده. انا زي ما قلتلك انت آآ آآ انت آآ هو عمل فيك حاجة خلتك تقفل منه. خلتك تبقى كده. او ايه يعني لو انت كده فعلا. لو انت شخص آآ لو انت قلبك كعلا خلاص قفل منه. وآآ وما بقيتش تبتكله الحاجات الى الحاجات القديمة بس. ان هو كان شخص بيتلاعب بيك. وان كان وعوده كلها كدابة. خد بالك برضو يعني ده برضو آآ شخص بيبقى خيالي شوية. خلي بالك. ماشي? يعني ده شخص خيالي. وآآ شخص آآ بيقدم كبافة سمكة بيبيع كلام. تمام? فانت خايف منه على فكرة. وآآ ومش عادي تسمح له بالمعدي تاني. وانت بس بتبتكر الزكريات بس مش اكثر. فانت انت شايف ان هو شخص كدابة. مش كدابة. آآ بيقدم مواد فرغة. آآ بيدخل ويخرج زي ما هو عايز في العلاقة. ومش عادي استقرار ولا حاجة. وآآ وانه كان مسلا لو بيعرف عليك ناس تاني. فعشان كده قلبك سود منه وقفل منه. عشان كده هو شايفت آآ الشيطان? لكن لا مش شطان. شايف ان انت كل تذكيرك حاجة باش. كل ما بيه يكلمك ويفتح معك عرض جديد. وقل له اعملت وعملت وعملت وعملت. ده انت عرفت علي يا بنات. ده انت ده الوقت مستبع توقيت. فهو شايفك ان انت خلاص قفلت منه لانه هو عمل فكحات كتير قوي. كان شخص مستهتر. مش قدي كلامه مش قدي واضه. وبسرعة انك حقل. طيب هو نوي على ايه? اه 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 ايه اللي نوي له? وهو فعلا شخص جاي يقدم عرض جديد. فعلا جاي يقدم عرض جديد فعلا وبيقول لك بقى ما تيجي بقى. بص ده شخص ببالك برضو. بص مش باصص للعرض. انت مش باصص له. انت باصص له قدام. او عانل لنفسك باصص له قدام. خلي بالك. انت انت واحد ذلك من اللي هو عملوك. بس انت عامل نفسك كأنه مفيش حاجة. كأنه مش مقدم حاجة. فهو نوي على ايه? هو فعلا نيتو سبق ولا لأ? هو نوي فعلا يقدم عرض حي. فعلا حي. وآآ آآ نوي يخطبك. ولو مفيش علاقة رسمية هيرسمها. ونوي فعلا يستقر معك. لو هو فعلا ازاك تقوي من دخوله وخرجه في العلاقة. وآآ وانه هو غلبك. فهو فعلا 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 نوي لأ. نوي بورك الكادي ونيتو سليمي. لو بدي تعمل مع حد بورج ماء يعني. آآ فهو نوي يخطب خلاص. وجاي يقدم الشبكة بقى وانضل الشبكة. ولو هو ما اعترفش اصلا بحبه فهو عايز يعترف. وعايز يرجع العلاقة تاني ويقدم لك العرض ده. ما يبقى اشعر بقى سبق بورج الكادي. خلي بالك تبص الترامي على ايه? نوي ترفض. نوي يتعامل. انت مقفول منه يا بورج الكادي. مقفول. حفيا يعني هو شايفة قلبك زود لان كل مني يكلمك تقول انت وانت وانت. فانت هو عمال يقدم وانت عبص. ولا ولا عندهش. ولا كأنه بيعمل حاجة. انت بصص لحاجات تانية. وهو جاي يقدم لك عبص انت مش بصص له اهو. مش بصص له اصلا. مش بصص اصل اللي هو بيعملو ده. ولا هناش ولا بداية جديدة ولا باعدية اللي عمش عايز منك حاجة. انت غلبتني لان انت كنت تدخل وطنقفك اكتر ما ما بنفتح فا بالشقة. نخرج وانحنا بنروح ونيجي. فانت كمان مقفول من من العرض الجديد ده. تظهر ان هو قدمناك عروض قبل كده كتير وانت كفلت. طب هو بصص للعلاقة ازاي? هو شايف ان العلاقة اه اه علاقة فاكتة. وهدية زيادة من نزول. واتعزلت كتير قوي. يعني بمعنى ادقة ما تخص فيها قرار اه. ده اصلا راجل بيدخل الكعب ويقع كتير جدا. يفكر. فهي علاقة خدت اكتر من وقتها. هو شايف كده. ان ايه خدت اكتر من وقتها. ممكن يكون ايخدت اكتر من وقتها فانحنا نرجع تاني. واني لازم يتحرك بقى. ولازم يخرب بقى برة دايرة السكون دي ويتحرك. اما انت بقى انت شايفة انها علاقة مليئة بالخذلان. مليئة اه بالوضع. انت توضعت منه قوي. وكتير بما في الكفاية. ومليئة بالحصلة والندم. وخلاك توصل لمرحلة تبقى بص انت وصلت لده. اهو. ووصلت بكده. خلاك توصل لمرحلة يتكلم نفسك في الشارع. ما بقيتش عارف هواية زي منك. لانه بيعمل حركات غريبة. يدخل ويخرج. يقول كلمة ويرجع بيها. اكلمك بحكلمك الساعة عشرة ما يتكلمش. طب هنخرج جمع الخميس ما يخرجش. طب انا اعتمي لكي ما بيهتمش. طب والله هرجع ويتصالح اه يعني هبقى كويس ما بيعملش حاجة. فخلاك تشوف ان العلاقة مليئة بالخذلان وعلاقة مش نفعة. وان هي خلتك دايما دايما تعبان نفسيا وتفكر دايما بان انت تشي. وخلتك برضو شخص مش واسط من نفسه. ومتعلق كده في ايه قولك اه متعلق في حبال بيجة. ببعنا اضغط يعني. هو مقدمك عرضي يعني بس هو عرضي حقيقي. صراحة. شكلة هدع يا برج الكاد. طب النصيحة ايه بقى يا برج الكاد? النصيحة بقى مختلفة طبعا. النصيحة بتقول لك لما يجيلك بالعرض ده اقبل بيه. الشخص ده بيحبك. على فكرة. بيحبك. وابنده عشان اكدلك. هو شكله شكله اتعلم الدرس. انت تديدت له درس قاسي. وعلمته ان بان انت قلبتك وحشي. وبرج الكاد دي عموما ابطيقة في الدهاز قراره. ولكن لما بيقلب يجمد قلبه ومشاعره وكل حاول سريع. وبيفضل عايش في الذكريات على طول. نشوف النصيحة برضو عايزة منك ايه? تقريبا ممكن يكون الكروت بتقول لك خرج مشاعرك. الكروت بص انا عمال اعمال اوضح لك. انت ماسك على مشاعرك وماسك على الجواك. وآآ يعني الكروت بتقول لك اخرج. خرج المشاعر الجواك ده والكلام اللي انت عايز تقوله. واشتغل على العلاقة يا برج الجادة. العلاقة دي تستحق. آآ الشخص لي عايزك بجد مش وزار عرضه حقيق. وبيقول لك اشتغل على الحلاقة. اشتغل على الحلاقة. ما ما تسدهاش كده. خد القرار. وخد القرار اللي حكيم. واشتعل على العلاقة. عشان العلاقة دي تستحقك انها تشتغل. وما تبقاش كده. بص انت قاتل على مشاعرك ازاي? ده كرت برج الجادي بضا. قاتل على على مشاعرك. قاتل على مشاعرك. بص هو كمان يعني شايفك بشاكلك الحقيقي. ده كرتك اصلا. كرت الشيطان ده كرتك. فانت مش حقيقتك شيطان. لأ حقيقتك ان انت بتقلب قلبيتك وحش قوي. فانت قلبت عليه. انت جبت اخرج. قلبت عليه. جبت له اللي انه هي. وقافل على مشاعرك. فالتصريحة بتقول لك. لأ. سيروا الامور. وحلاها بقى. وخد القرار. وخد القرار واشتغل بقى. وخرج جل اللي بوقت. اشتغل معا. خرج مشاعرك لبرج الجل. حتى لو الكلام جرح. حتى لو هتقول له مزا انت عملته وسويت. وحصل بيننا فراء ووحدات. مش مشكلة. قوله اللي انت عايز تقوله له له. آآ نشوف طيب آآ المبتعدين من برج اللي الجل. لو في حد بيضى عن حد وعايز يعرف عنه حاجة. مشاعره ايه حاليا? وناوي ايه او خطته يعني. آآ مشاعره حاليا هو آآ مشغول شغية بمشاغلوه. وآآ يعني لو معلقة بك كده. بيحاول آآ مش يشغل نفسه. ولكن هو عنده مشاغل حاليا بتلهي عن المشاغل شغلية. بيبقيت لوحدها. آآ مش بقولك هو بيشغل نفسه. آآ قلبه مخصور قوي 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 الفرات. وآآ والرحيل. قلبه مخصور قوي 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 قوي. وبيحاول يشغل نفسه عن اللي حصل. بانه يشتغل آآ ويسير اموره آآ يرجع تاني للطبيعة بتاعته. ولكن في الحقيقة. ويباني ان هو ما فيش حاجة. خالص. ولكن في الحقيقة هو مضروح. وقلبه مضروح قوي قوي قوي. وبيحاول يرجع تاني لطبيعته ما بيعرفش. آآ نيته ايه? نيته يجي اقدم عرض تاني. هو مجروحة مش عارف ينسيكم. بصراحة. مش عارف ينسى الفراء ولا عارف ينسى اللي يجي كلها. وعايز يجي اقدم عرض تاني. وآآ عرض حقيقي المراجي ولكن هم متباطئ قوي. اعتقد انت اللي تعاملوا مع برج آآ طرابي. او برج هوائي. آآ لكن عرض بطيء جدا. آآ لأسباب كتير انه موجوع. موجوع قوي قوي فعوال ما ياخد بقى يجي وبتاع فمتباطئ. ولكن يوجد عرض. وفي نية للرجوع. دي اهم حاجة. انا عندي نية بتاع اهم حاجة. طيب آآ نوزع الكروت كده. طيب لو عزات بقى مين في طريقهم مجالية. ممكن يكون حد قديم ممكن يكون حد جديد. نوزع من برج الجدي. اخد عشر قرار. اخدش دي اصلي بقى تاتا اه. قسمه بالطريقة. طيب لوزع من برج الجدي مين الجاي في الطريق. وآآ نيته ايه? او مشاعره ما انا اضاق. وعايز منين ايه? قلت مش اخدها تلات لتاني. ظهر ان هو حد قديم. آآ ممكن. والعلاقة بينكم بواسط. وآآ مشاعره عايز يرجع. ولكن رجوع سريع. وآآ رجوع متهور على فكرة. مش سريع بس متهور. آآ ممكن تكونتم مفصلين من فترة قريبة. ممكن. كده. آآ مفصلين من فترة قريبة. آآ حد ساب التاني ومشي وقال له مع السلامة باي باي. وهو آآ عايز يلغي الموضوع ده خالص. كأنه ما حسابش. عارفين ده السحر كده. يعني يعمل اللعنة كده. يبقى يبقى فيرجوه على طول. وآآ عايز يعمل تغيير سريع. لما قلت لكم. تغيير سريع قوي قوي قوي. ويرجع تاني يرجع للاقة. تغيير بسرعة. بسرعة جدا. بس سحر. ورجع للاقة. يعني يعمل لعنة كده ويرجع. آآ عايز ايه? عايز يرجع. من اخر. بيعبوكم. وانتو انتو كنتو تصني بتاعه. وآآ وكشف ده طبعا. وعايز يخد من الحالة دي لانه هو بعد ما انتو مشيتو لقى ناسو كده. لوحده. قال مش ما بديهاش بقى. فهو حاليا بيخطط. وآآ وتخبيطه سليم جدا يعني. وآآ عايز يعمل تغيير سرعة جدا. تغيير سريع جدا. زي ما قلت لكم. واحد ديتكم لدخلة سريعة. فهيجيلكوا باقصى ما عنده. وآآ ويدخل ويعمل ده. ولو حد جديد خالص ما تعرفوش. فهو شخص خارج من اغلاقة. وعايز يدخل في علاقة بسرعة جدا. بس خلي دي لك لو هو شخص بديد وخلي من اغلاقه كده. تب بيكونش متأكد انه شعره اغلاق. ان بس تكون سريع اوي 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 اغلاق. اشتركوا في القناة